تفتكلي دي البنات اهتموا ايوب دور دكتورة مالك دكتور مالك اعتقد لأسباب كتير يعني دي عايزة اعرف شوية أسباب كتبه يعني بيتهيق لي ان النموذج ده موجود في المجتمع يعني اصلا اللي هو فكرة ان البنت تنجذب لحد في مرحولة عمرية اكبر منها شوية حاسة ان اي حد هيبقى مفتقد الاب ومش لازم مفتقد الاب ان الاب متوفي ممكن يكون الاب في البيت مش مقدي الدور او مش البنات مش حاسة انها شبعانة من الحب والاهتمام والحنان بتاع الاب فسعات بيروحوا يدوروا على ده في حتة تانية فاعتقد ان ده نموذج متداول جدا ويعني انا شوفته وبالنسبالي حاجة كانت كان مهمة قوي طرحها وان احنا بنترحها بالطريقة دي لشان كده كنت مبسوطة قوي ان مالك كيس موجودة بجد في المجتمع مش حد اللي هو شريره وعايز ائزل بيته خلاص احنا مش بنحاول نعمل احداث سبايسي فانتي هتعملي ايه في الجزء التاني لأ هو ده بجد حقيقي وبجد موجود فحسن ده جزء الجزء التاني يمكن بقى الناس اللي بتحب ليلة قوي ومش عايزين اللي هو مش عايزين ايه حد يجي جنب الكيان او اللي هو البيت ده فكان فيه طبعا الغضب بقى والتوحش اللي هو كانت جاه مالك ده ايه وفيه بقى ناس عايزين مستفزة بالدور يعني ولا هم هنا ولا هم هنا بس فيل هو انا بسي بت مستفزة ايه بعادي عن الدكتور بله حصل فعلا بعادي عنه احنا بنحبها بالزبط ايه ايه بالزبط اكتر دور عملتي من كل الادوار اللي انتي عملتيها حسن ان هو كان قريب من شخصيتك الحقيقية ريفو اش مانا النور يعني بصي بعيدا عن الاكستريم اللي هو ان هي ناسها بتعاني ويمكن عندها النور شخصية مش سوية بطريقة اكستريم شوية بس طريقة لبسها وجرائتها وفكرة انها مستقبلها وتموحها اهم من ايه حاجة فيها كده جراءة معانا كنت حسن ان هي شخصيتي قوي وهنا دايما اصلا بحس ان يعني بريفير لي ريفو قوي في حتة ان الكاستنج يا جماعة من الاول خالص لو كان صح هيطلع من الممثل احسن ما عنده لان انتي اصلا جبتي حد قردي فيه روحه من روح الشخصية فمش هتبقى اللي هو ايه ده دي ممثلة شطرة قوي اه هي ممكن تبقى ممثلة فعلا شطرة بس بس فيه فعلا كاستنج كان مزبوط فهم اصد دي غير لما تروحي تجيبي حد من الشبه ده قوي فما يعرفش هت البوينت بتاعت الكاركتر ويطلعه بنفس القوة دي فاعتقد ان لأ نور لبسها وستايل بتاعها وانا كانت طول عمري اصلا ليسا يعني اعيش فترة التسعينات والعجم يدي حد الوقتي اصلا ساعت بارجع باللبس عشان كل حاجة رجعت تاني ايوه الحمد لله فده بلاقي نفسي مايلا قوي للستايل التسعينات والفاشن داس يعني لا هم بصراحة وده الوقت الباباكي كان اكتر وقت مشهور فيه واكتر وقت كان مقصر الدنيا فيه بالزبط